لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد الإساءة إلى القيم الجزائرية واحد يجيسي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام واحد يجيسي إلى أركان الإسلام والمعلوم من الدين بالضرورة واحد يجيسي إلى اللغة العربية والثوابط الوطنية وغوى ما إلى ذلك ويحدث وشعب الشعوب قلت لا نحن نرفض الإساءة يا أخي هذا من الذي أساءه وطبعا أنا أرفض هذه الإساءة للرسول الكريم ولكن ربي قالوا إنك فيناك المستسعين إذا كان هذه الإساءات يعني نخذوها بجانب سلبي فقط نخذوها أيضا فيها جانب إيجابي ليس الإيجابي في الإساءة ما يترطب عليها كم يدخل الناس في الإسلام بسبب الإساءات إلى الرسول الكريم عندما يعود بدل أن المسلم يستغل هذه الفرصة ليعرف بسيرة المصطفى ويعرف بأخلاقه ويعرف بقيمه يأتي واحد يندفع بطرق غير أخلاقية أصل يدافع على الرسول الكريم الدفاع عن الرسول الكريم ليس بسبب الإساءة فقط الرسول قدوة لك في حياتك وممارساتك وأخلاقك ودينك وسلوكياتك هكذا تدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بالأقوال ولا بالشعارات السياسية فقط نعم هذا شيء عندما يساء إلى المسلمين ويصمتون بلا أدنى شك ستترطب على هذا الأمر ولكن يتحركون وفق ما لا يتترطب عليه أضرار نعم هذا تخيلوا فيه منتج فيلم فتنة الهولندي هذا المنتج أنتج فيلم أساء فيه للرسول عليه الصلاة والسلام تخيلوا إخواني الكرام لو أن هذا الشخص جاء واحد متطرف وقتله ما الذي سيجنيه الآن هذا الشخص يدافع باستماته عن الرسول عليه الصلاة والسلام شوف كيف كسبنا ماذا هذا المدرس الذي قتل بطريقة وحشية وإجرامية وإرهابية وغير مقبولة بالمطلب وطبعا هذه لا تبرر بعض الناس عندما نقول هذه الكلمة قلك لا أنت تبرر لا الإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام جريمة وهذه جريمة أخرى والجريمة لا تقابل بجريمة الجريمة إذا قوبلت بجريمة فالجميع يتساوى في الإجراء هذه هي الحقيقة لو كان هذا الأستاذ المدرس ربما يجهل الإسلام أصلا لا يعرف عنه شيء لو أن هذا اللي قتلوا راح أملوا شوية كتب ومعاهم وردة وسلوك حضاري واعطاهمه قالوا بلغنا بأنك قمت بهذا الشيء للتلاميذ هاني نهديك روح أقرأ على هذا الشخص هذا الإنسان هذا النبي هذا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام أقرأ سير تتعرف عليه ربما لا رجع مسلم ربما لا غير له نظر ما هو الأفضل تكسب إنسان تخرجه من الضلالة إلى النور أو تقتعل رأسه ما هذا الإجراء ما هذه الوحشية لم يعلمنا الإسلام هذا المسلمون أصحاب رسالة حضارية إنسانية كبيرة المسلمون لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة هذه الممارسات البعض يجي يقل لك يبرر لك الداعشية يا جماعة ما هي أولئك الذين كانوا في الرقة وكانوا في الموصل طلعت بعض الناس عندهم فكر داعشي بمعنى الكريمة هل عندما تكره جهة أو أن جهة ترتكب معاك سلوكيات تتمارس هذا السلوك الإجرامي معها ماذا سيترتب عليكم؟ ماذا سيترتب على هذا؟ سيترتب على الإضرار بالمسلمين الذين هم بالملايين في الغرب كالناس الموجودين في الغرب مسلمين مسلمات محجبات تتعرضهم إلى العنف تتعرضهم إلى هذه الأشياء بعض واحد السلوكيات أنا شفتهم في صفحتي على الفيسبوك انشرت هذا المنشور قلت ماذا؟ قرأت ما يندله جبي يا أخي كرهك لفرنسا لا يبرر لك أنك تبرد إلى واحد مجرب شكك مثلا واحد يشكك في هذه الجريمة طبيعي أن تشكك ولكن في نفس الوقت يجب أن تؤكد على أن هذا الفعل مداد أما قضية مواجهة هذه الأفعال يجب أن تواجه في إطار القانون أنت عايش في الغرب يجب أن تواجه هذا الأمر أما أنت اللي عايش في بلاد أخرى أنت حر دولتك هي اللي تتحمل مسؤولية سلوكياتك وما تقوم به لننتكلم على واحد مسلم عايش في الغرب هناك أسليب قانونية لا نخرج عن القانون هذه فرصة عرفوا بالرسول عليه الصلاة والساء أنشتوا بكل لغاة العالم في شبكات التواصل الاجتماعي بدل أن تجي تقول أو هكذا أو هكذا أو هكذا في نفس الوقت أنت ركن نشط في حملة المقاطعة هذا موقفك أن تحر فيه ولكن بالمقابل يجب أيضا أن تنشط في هذه المجالات تجي إيران تقول أنا ضد الإساءة للرسول الكريم وأنت عقيدتك وكننا نرجع للكتب انتبع إيران وانتبع الملاني ومرجعياتهم ومراجعهم ماذا يقولون عن عرض الرسول عليه الصلاة والسلام يتهمون أم المؤمنين رضي الله عنها بالزنة يتهمون الصحابة الصحابة اللي كانوا معاه يتهمونهم بالضلال والكفر الردة وما إلى ذلك وطعنوا فيه بلا يمكن تصوره أنت ما شاء الله أنت تطعن في الرسول باسم الإسلام هذا على الأقل ما هوش مسلم هذا ما عنده حتى علاقة بالإسلام جاءت عن الكفر الرسول عليه الصلاة والسلام وما يعرفوش وما هوش مسلم أنت لإيراني تقررني مسلم ها هو شرة تطعن فيه ترجع إلى بعض الدول روح للبعض الدول للبعض الكتاب وبعض المثقفين ومسلسلات وكذا وكيف أساء للرسول عليه الصلاة والسلام بل أنه أنزل إلى الشوارع ماذا تسمع من سبب للذات الإلهية ما شاء الله أنت في حياتك يوميا تسم في الذات الإلهية تكفر حتى الصلاة ما تصليش وفي الفيسبوك إلا رسول الله رسول الله عليه الصلاة والسلام مشروع سياسي السياسي يستغل في إطار تصفية حسابات سياسيوية بين مشاريع ودول لا الرسول عليه الصلاة والسلام قيمة كبيرة لم تؤثر في هذه الرسومات المسيئة التافهة التي يجب أن تستغل بطرق ذكية لتعريف الناس بالمصطفى عليه الصلاة والسلام هكذا تكون أمور خرجنا من هذا الموضوع موضوع قضية الإساءة للقيم والمبادئ أنتم تطالبون فرنسا باتخاذ مواقف ولا هولندا ولا غير تطالبون هذه الدول أنت في دولتك لا يوجد قانون يحمي مقدساتك في الجزائر هذا الدستور الذي يقول قيم الدولة الجزائرية وثوابة الدولة الجزائرية لا توجد مادة تتحدث عن ثوابة الدولة الجزائرية أروح أدير لي مادة في الدستور على الأقل تتحدث عن ثوابة الدولة الجزائرية يوجد كتاب شوفوا وش ينشروا على صفحاتهم في الفايسبوك ألف حتى يطعنوا في الرسول عليه الصلاة والسلام هناك من اتهامه بأنه تزوج لمصالح ما خلوا ما قالوا فيه ما خلوا ما قالوا فيه كتاب ومثقفون يسيئون الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ولا يوجد قانون مثلا في الجزائر يجرم هذه الأفعال أنت في بلدك اللي هي بلد مسلم ما قدرتش قانون يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام نجي تقول لي الآن تطعن ترلي وتريد أن تغير سياسات دول ليست لها علاقة بالإسلام أصلا وليست لها علاقة بأشياء لماذا لا تترك المسلمين اللي يعيشوا في فرنسا واللي يعيشوا في دول أخرى هم الذين يتخذون ما يرونه مناسبا هذه كلها يا جماعة الخير لا يعني أننا لا يجب أن ندافع الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يتجلى في كثير من القيم إذا كانت دول هذه الغربية ترى تشوف رسومات تسيء الإسلام تشوف كتاب في الجزائر وفي غير الجزائر يسيئون إلى الإسلام ويسيئون الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتعرضوا لشيء وإذا تعرضوا إلى تضييق حرية التعبير وقوانين حرية التعبير تحميل لأنهم يعتبرونها حرية التعبير ولكن هنا هناك أشياء يجرم القانون الخوض فيها عندما تتكلم يقول لك هذا قانون حتى أنت أعمل قانون أعمل قانون في بلدك تقول لي لحكومات الدول لا تعمل هذه القانون القوانين الشعوب يجب أن تفرض يا عزيزي يا عزيزي إذا كانت تنتظر أن المواجهة بين الشعوب والحكومات وبين الشعوب والمؤسسات العسكرية ستصل بنا إلى شاطئ الأمان الذي نصل إليه ونحمي عرض الرسول عليه الصلاة والسفاة أنتم تتوهمون الناس ما ولت ما عندهاش حتى بيود فيهم دول وقعت فيهم حروب هربوا من هلاجئين الآن رهم يعيشون في الغرب ملحدين بعدما كانوا في أوطانهم ناس ملتزين يجب أن نتعلم بمنطق الرسول عليه الصلاة والسلام قيمة وقامة وقيم والدفاع عليه يجب أن تتبع عقيدته تتبع سنته تتبع منهجه في حياتك تلتزم بما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام في حياتك وهذا هو أكثر أكبر دفاعاً أما أنك تجي تكتب كلام الفاحش البذيء في حق أطراف أخرى تختلف معك يجي واحد مسلم يقول يا جماعة ما يجب أن السلوك هذا يكون جيد تنزل عليه تسبله في ولديه تسبله في عرضه تسبله كيف وعلى لرسول الله شبكات التواصل الاجتماعي أثبتت أننا مجتمعات فينا الخلل الأخلاقي والإنحلال الأخلاقي إلى أبعد الحدود إذن الأمور هذا العبث الذي قام نشاهد فيه لا يمكن أن يتصوره تكون هناك سياسات تكون هناك مواقف شيء جيد رئيس فرنسا قال أشياء يبقى دائما أنه رئيس دولة فرنسية غير مسلمة قال أشياء ضد الإسلام في دول تتخذ بها مواقف فيها دول أعلنت بعض القرارات هذه كلها أمور سيادية أمور سيادية لهذه الدول الشعوب وقفت طالبت بمقاطعة هذا البضائع الفرنسية لأن القضية لا تتعلق بصحيفة ساخرة ساخرة فقط بل أنه قضية أنه الرئيس الفرنسي حول القضية أيها الرسومات من الرسومات إلى صحيفة إلى إلى رسومات أخرى أو رسومات تتبنىها الدولة وأعتقد بأنه هذا خطر سيواجه من طرف الفرنسيين أنفسهم ولكن أنا لا أقول هذا الكلام حتى لا تفسر كلامي على غير على غير ما هو ما أقول هذا لا يعني أنه أيها المسلم ليس لك الحق في اتخاذ هذه الأمور ولكن لا يجب أن نكون عاطفيين لا يجب أن نكون نستعمل في إطار أجندات أخرى ما يجب أن نكون نبرر الجريمة لا يجب أن نكون أدوات لمنشاريع أخرى فيها دول عندها حسابات مع دول أخرى تريد تصفيها تستغل الموضوع وتحركني أنا كأدات لا يجب أن أن أكون كذلك إذن إخواني الكرام أقول بأنه بأنه هذا هذا الذي يحدث على مستوى العالم سيتجلى في كثير من الدول باستثناء الدول التي لديها قوانين صارمة لذلك أنا أقول لكم أيها الجزائريون الآن أنتم ضد الإساءة إلى الرسول وكلنا ضد هذه الأمر بلا أدل شك وكل أنتم الآن تقودون حملات لمقاطعة فرنسا وهذه الأشياء ونحن نعرف طبيعة التاريخ بين الجزائر وفرنسا نعرف هذا الكلام ونعرف أن فرنسا ارتكبت جرائم لا تحصى ولا تعب بحق الجزائريين وتاريخي نعرف هذه الأمر ولكن إذا كان ما أنت في هذا الوقت أنت ضد هذا والآن وتمرر هذا الدستور هذه الأمور التي أنت ترفضها وتأتيك من باريس سيأتي اليوم إذا مر هذا الدستور ستصير هذه الأمور تأتيك من ساحة الشهداء وساحة أول مايو وشارع الشهداء وما إلى يجب أن نكون وعيين ما نكون متعاطفين ونندفع في أشياء أخرى خارق في الخارج ونحن بيتنا من زجل كم من واحد في الجزائر يسيأ للرسول عليه الصلاة والسلام كم من واحد أساء إلى قيام الجزائر كم من واحدة سخرت من الحجاب كم من واحدة سخرت من القرآن كم وكم 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 ولكن أنا أراه أنه تجاهلهم أفضل حقيقة تجاهلهم أفضل ولكن عندما يتحول الأمر إلى سياسة ممنهجة في هذه الحالة ما يجب السكوت ولذلك إذا كان تسمح بطمرير القوانين هذه القوانين تحمي هذه الجماعات حرية الاعتقادات حرية الممارسات هذه والتي تستغل كغطاء الذي هو أصل الإسلام لا ينكر حرية العبادة للناس ولكن وضع علىها شروط وضع علىها قوانين يجب أن تتجسد أيضا في الواقع لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله